بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم التحديس التراكمي الجديد لوندوز عشرة التحديس التراكمي الاول او تحديس يونيو هذا التحديس اللي بيتم صدوره في بداية الشهر بيعرف باسم الاصدار سي وبيكون تحديس اختياري بيكون تحديس غير امني وبيكون تركيزه على اصلاح اخطاء النظام ومعالجة المشكلات المعروفة واضافة تحسينات جديدة على الاداء والنظام هذا التحديس التراكمي الاختياري الاول لوندوز عشرة في يونيو يحمل الاسم الرمزي كي بي خمستلاف واربعتاشر زيرو تلاتة وعشرين لو انك ما ثبتش هذا التحديس في الوقت الحالي فكل ما يتضمنه هذا التحديس من اصلاحات وتحسينات ومعالجة للمشكلات والاخطاء بيتم اضافته في التحديس التراكمي الثاني اللي بيتم صدوره في السلساء الاخير من نهاية الشهر الاصدار بي والاصدار بي اللي بيتم صدوره في نهاية الشهر بيكون تحديس الزامي او اجباري وبيتم تثبيته بشكل تلقائي بمعنى تاني التحديس الحالي الاصدار سي الغير امني بيكون معينة لما سيأتي في التحديس الامني لنهاية الشهر لهذا تحديس نهاية الشهر بيكون او بيتم تثبيته تلقائيا لانه بيكون بيحمل معالجة لاخطاء الامان وتحديثات امنية جديدة عشان كده بيكون اجباري او الزامي اما هذا التحديث تحديث اليوم او الاصدار سيه اللي بيصدر فيه بداية الشهر بيكون تحديث اختياري موجه بالخصوص لمعالجة بعض الاخطاء وبعض المشكلات اللي تم التعرف عليها بما في ذلك اضافة تحسينات جديدة على الاداء والنظام فلو انك بتواجه اي من المشكلات اللي تم معالجتها في هذا التحديث واللي هنذكرها على حضراتكم بعد قليل تقدر دلوقتي انك تسبت هذا التحديث لكن لو ان النظام عندك مستقر ما فيش اي مشكلات تقدر انك تسيب هذا التحديث على هذا الحال ما تسبتوش ما تضغطش على خيار download and install وكل ما يتضمنه هذا التحديث من اصلاحات وتحسينات جديدة هتضاف تلقائيا في تحديث نهاية الشهر اما لو انك بتواجه اي من المشكلات في الاداء في عدم استقرار بعض الوظائف او في اي شيء تقدر انك تسبت هذا التحديث دلوقتي وتضغط على download and install لتثبيت هذا التحديث وبالتالي الحصول على التصحيحات الجديدة ومعالجة الاخطاء المعروفة بما في ذلك الحصول على التحسينات الجديدة المضافة في هذا التحديث بعد الانتهاء من عملية تحميل وتثبيت هذا التحديث وفي العودة بعد عادة التشغيل هيصبح رقم البناء عندك من windows 10 الإصدارات المدعومة الإصدار 21H1 والإصدار 21H2 بجميع إصداراتها هيكون الإصدار زي ما انتم شايفين كده بالنسبة ل 21H2 190340.1741 والإصدار 21H2 هيكون الإصدار 190440.1741 أما بالنسبة للإصدار 20H2 فتم إيقاف الدعم عن هذا الإصدار في عشرة مايو لجميع الإصدارات باستثناء الانتربريز فقط لو أنك بتسادم هذا الإصدار الانتربريز فيكون رقم البناء عندك 190440 أيضا بوينت 1741 يتضمن هذا التحديث التراكيومي الأول لويندوز عشرة في يونيو كي بي 5014-023 قائمة ضخمة جدا من الإصلاحات والتحسينات أهمها معالجة مشكلة بطء عمليات نسخ الملفات في ويندوز عشرة معالجة مشكلة أيضا كانت تسبب بعض وحدات معالجة الرسوميات في إجبار إغلاق بعض التطبيقات بشكل غير متوقع يعني على سبيل المثال في بعض التطبيقات تيجي تفتحها مش بتفتح أو تفتح وتقفل تاني بشكل تلقائي أو يكون في تطبيق شغال ما معين ويقفل بشكل غير متوقع كانت هذه المشكلة معروفة وتم معالجتها أيضا في هذا التحديث يضيف أيضا هذا التحديث لجميع مستخدمين ويندوز عشرة تجارب البحث الجديدة المحسنة كان المفروض أن هي هتضاف بشكل تدريجي في التحديثات السابقة لكن في هذا التحديث تم تأكيد وصولها لجميع مستخدمين ويندوز عشرة كنت استعرضت تجارب البحث الجديدة أو تطبيق البحث الجديد بشكل منفصل هيكون في شرح موجود أسفل الفيديو ده لو أردت أنك تعرف أكتر عن تجارب البحث الجديدة ليندوز عشرة بما في ذلك يعالج التحديث ده مشاكل تسرب الزاكرة أو الاستخدام العالي للرمات خاصة مع الأجهزة التي تعمل لأوقات طويلة بما في ذلك أيضا معالجة مشكلة كانت تتسبب بعض تطبيقات وخدمات مايكروسوفت في استنزاف كافة الزاكرة الفعلية الموجودة على الجهاز واستهلاك عالي من وحدة المعالجة المركزية وأيضا معالجة مشكلة توقف النظام عن الاستجابة عندما تريد تسجيل الخروج في حال أن كان خدمة الوان درايف كيد الاستخدام أيضا معالجة مشكلة مهمة ومعروفة وأديمة هذه المشكلة كانت موجودة من زمان على ويندوز حداشر وويندوز عشرة وهي عدم القدرة على استرداد النظام من أقراص السي دي أو دي في دي في حال أنك كنت أنشأت نسخة احتياطية أو كورس استرداد باستخدام تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة المدمج في الويندوز تم حل هذه المشكلة أيضا في هذا التحديث لأن هذه المشكلة كانت موجودة من زمان على نظامية تشغيل ويندوز حداشر وأيضا ويندوز عشرة أيضا بيضيف هذا التحديث تحسينات جديدة على خدمة مكدس الصيانة الخدمة المسؤولة عن تثبيت تحديثات ويندوز عشرة على الأجهزة تم إضافة تحسينات جديدة على هذه الخدمة لتسهيل تلقي وتثبيت التحديثات على الأجهزة بما في ذلك يعالج هذا التحديث قائمة كبيرة جدا ومهمة من الأخطاء والمشكلات اللي تم التعرف عليها تقدر أنك تتطلع على المقال الرسمي لهذا التحديث لأنه يضم قائمة كبيرة جدا من الإصلاحات والتحسينات المهمة على الأداء ومعالجة للمشكلات والأخطاء فلو أنك بتواجه أي من المشكلات اللي ذكرناها على حضراتكم في هذا الفيديو أو بتواجه أي مشكلات أخرى يفضل أنك تثبت هذا التحديث بس كده حضراتكم هو ده كل ما في الأمر نتمنى نكون أفدناكم بهذا الشرح وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته